طولنا طالباتنا السلام عليكم شوناكم شخباركم إن شاء الله تكونون تمام سواء تسقل بصانوياكم اليوم إن شاء الله بدرس جديد من دروس منهج الأحياء للصوف السادس العلمي واللي إن شاء الله حنتناول بموضوع التكاثر في البرمائيات أو الضفدع يقول أو قبل لا يقول انتبهوا ياه وركزوا ياه وكالعادة المحاضرة بإذن الله الواحد لأحد الفرد الصمت فاهمها وحافظ ثمانية خمسة ثمانية بالمئة منها مجرد ترجع عاد ورايا ترجع تحفظ ورقة وقلم وتعي تراجع يعني تراجع المحاضرة ورايا ورقة وقلم حتى تكون الأمور وياك مضبوطة ولوز وجوز يقول هنتم يضفدعي لصنف البرمائيات طيب معلومة قديمة بالسادسة بداية هنعرف أن النظفات هي من البرمائيات شو معنى برمائيات البر ليابسة مائيات الماء يعني هي الكائنات هي تعيش بالبر وبالماء فيسمونها برمائيات يعني تعيش هنا وهي هنا ضمن شعبة الفقريات خلاص بها عمود فقري وضفدعي ومثل نموذج جن تتضح فيه بأفضل صورة خطة بناء الجسم في رباعيات الأقدام طلاب البرمائيات هي رباعيات الأقدام يعني بها أربعة أطراف هل ستشوفوا الضفدع هذا الضفدع وين هو هذا الضفدع بأربعة أطراف شوف هذا الطرف طرفين طرف يعني خلني نقول الأطراف الأمامية والأطراف الخلفية الطرفين أمامية وطرفين خلفية أربعة أطراف وهكذا بالنسبة للبرمائيات نرشدكم رباعية الأطراف فالضفدع طلاب الضفدع يمثل أفضل نموذج لدراسة البرمائيات أبسط صورة وأفضل نموذج ممكن ندرسها عليها البرمائيات اللي هي رباعات الأقدام هو الضفدع طبعا هاي النموذج هاي الفقرة سطر هاي السطر اللي دعا أشرككم عليها ما مهم يعني هو ما مهم بسيط يعني للاطلاع هاي الفقرة كلها ما مهم ما يقول يتكاثر الضفدع جنسيا يعني فقط بالتكاثر الجنسي ما بيتكاثر لا جنسي فقط الضفدع يتكاثر بالطريقة الجنسية وسوف نحوال فيما يأتي أن نوجز مكونات الجهاز السناسي للذكري والأنثوي في الضفدع مع إجازة عمية التكاثر فيه يعني رح نأخذ الجهاز السناسي للذكري بالضفدع ثم الأنثوي ثم رح نشوفوا شون يتزاوج الضفدع مع الضفدع واضح طلاب واضح اللي أريد أن يكون من هاي تلت أسر طلاب فراغ فقط هذا الفراغ تقول فراغ ينتمي فراغ إلى لا عفو فراغ ينتمي الضفدع إلى صنف فراغ ضمن شعبة فراغ بس هاي ممكن يجيك فراغ غيرها امامها بس قراه هيا سينروح أولا الجهاز التناسي للذكري في الضفدع انتبهوا ويايا الجهاز التناسي للعفو الجهاز التكاثري طبعا التناسي pls إييه فضل تلتزم مصلحة الجهاز التكاثري الذكري في الضفدع من ايش يتكوين خلي تعرف عليا يتألف جهاز التكاثر الذكري في الضفدع من الآتي ويايا أولا زوج من الخصية تكون ملتسقة بالكليتين يعني زوج من الخصية عافية خصيتين هاي الخصية الأولى اللي لونها أصفر هاي الخصية الأولى وهاي الخصية الثانية صار عندي زوج من الخصية شتكوا قالني ملتسقة بالكليتين ملتسقة ايش بالكليتين شوف هاي الخصية ملتسقة بالكليا وهاي الخصية ملتسقة بالكليا واضحة طبعا هذا الرسم للاطلاع طلاب هذا الرسم ما ترقونه بالكتاب المنهجي كتاب وزارة التربية لكن هذا الرسم ترقياه بكتابي الخاص يعني أنا عندي كتاب أسوي أضيف ونفسه كتاب وزارة التربية لكن أضيف عليه رسومات أبد الرسومات الكتاب أسويها رسومات أوضح أضيف له مخططات فهذا الرسم بالكتاب ما يكون يشبه هذا اللي قدامك حاليا هذا اللي قدامك أنا يرسمه بما يناسب وصف الكتاب لأن مرات تشوف مواضيع بالكتاب مكتوبة من تشوف الرسم مالها بالكتاب تشوف شي ما يشبه شي فأني دائما أحاول أرسم رسم يطابق الحجي مال الكتاب حتى الطالب يعني يفتهم يعني عنده سلاسة بتلقي المعلومة ويفتهم المواضع مو والله أنا أقرأ شي بالكتاب وجدش أشوف رسم ما يشبه الكتاب هذا الطالب يدوخ بيها فأني أجنب الطالب أنه يدوخ بهاي التفاصيل فأقعد أبدل رسم الكتاب وأرسم له رسم ثاني المهر والخصية تكون بشكل تركيب بيضاء ومتطاول بشكل تركيب بيضاء ومتطاول بشكل تركيب بيضاء ومتطاول تمام ويكون لونها أصفر فاتح وهي ترتبط بالجدار الداخل للجسم بواسط مسراق الخصية يعني اللي داي ربط لي هاي الخصية بالجدار الداخل للجسم وهذا مسراق الخصية هذا هو مسراق الخصية هذا مسراق الخصية واضح طلاب واضح من المسؤول عن ربط الخصية بالجدار الداخلي للجسم في الضفدع شو تقول لي عفية مسراق الخصية بكل بساطة زيان ما وضيفت مسراق الخصية في الضفدع تقول يربط الخصية بالجدار الجسم الداخلي للضفدع بالجدار الداخلي للجسم للضفدع واضح واضح زيان ثم يقول ويوجد قرب النهاية الأمامية للخصية عدة بروزات أصبعية الشكل يطلق على الأجسام الدهني ينتبه شو قال لي قال لي يوجد طلاب قرب النهاية الأمامية للخصية دعنا نروح نشوف الخصية هاي الخصية وين النهاية الأمامية في هذه وينش يكون بروزات إصبعية الشكل هاي البروزات إصبعية الشكل شو نسميها الأجسام الدهنية زيان شوف هاي الخصية نفس الحالة عفوا هاي الخصية نفس الحالة انتبهوا إيايا أنه هاي الخصية في النهاية الأمامية ما لك تكون بروزات إصبعية الشكل أيضا هي أجسام الدهنية بالخصية زيان شو سميناها الأجسام الدهنية إذن شنو وظيفتها؟ وهي تمثل مخازن غذائي يستخدمه الحيوان اللي هو الضفدع في إنماء الخصى خلال فصل السبات الشتوي. يعني تعرفوا نحن الضفدع من الكائنات اللي يعني سباتها شتوي. شنو معنى سباتها شتوي؟ يعني الطلاب أكو كائنات سباتها صيفي، أكو كائنات سباتها شتوي. الكائنات اللي سباتها شتوي يعني هي الكائنات اللي ما تتحمل درجات الحرارة المنخفضة فيصير بها السبات بالشتاء. شنو معنى السبات؟ السبات يعني قلة النشاط يعني الرقود أو قلة الحركة أو السكون فصل الشتاء بارد فأكو كائنات ما تتحمل هاي البرودة فيصير بها السبات خلاص أنه تقل حركتها وتقل نشاطها فبالشتاء فنسميها سبات شتوي. فضفدع من هاي الفئة أكو كائنات سباتها صيفي يعني أكو كائنات ما تتحمل درجات الحرارة العالية فيصير بها السبات صيفي. هاي يعني ما مطلبة منكم بس هاي للتوضيح فضفدع سباته شتوي. الضفدع بالشتاء ما يقدر يتحرك مثل ما يتحرك بالصيف لا يقل حركته يكون بيرقود وشكون فبالتالي يتقل مصادر رزق مالته. يعني هو ما يقدر يتحرك براحته لأن ما يتحمل درجات الحرارة الباردة ما يقدر يطلع براحته بالليل باردة بالنهار باردة. يعني لازم فديهم مشمس يلا يقدر يطلع فيتقل مصادر رزق ماله فهو شي يسوي من كان بالصيف اللي هي فترة خلي نقول نشاطه وفترة يعني تعملقه. من كان بالصيف شي يسوي يخزن غذاء وين بالأجسام الدهنية عليش حتى يكبر الخصة مالة وبشته. فعندي هنا سؤال ما موقع الأجسام الدهنية في الضفدع لافو في ذكر الضفدع في الذكر ما موقع الأجسام الدهنية تشوف ما موقع وظيفة الأجسام الدهنية في ذكر الضفدع الموقع قرب النهاية الأمامية للخصية الموقع وين قرب النهاية الأمامية للخصية هاي موقع الأجسام الدهنية في ذكر الضفدع الوظيفة في ذكر الضفدع تمثل مخازن غذائي يستخدمه الحيوان المنوي في الماء الخصة خلال فصل السباة الشتوي. زيان سؤال من المسؤول عن من المسؤول عن إنما الخصة خلال فصل الصبات الشتوي شا تقول لي للأجسام الدهمية واضح واضح تمام هذا كل ما يتعلق بالخصة بعد نكمل يقول لك والخصة هي تحوي نبيبات منوية ملتوية يعني الخصة خصة الضبطة حالة حال خصة الإنسان بها نبيبات منوية ملتوية انتبه هاي النبيبات هي المفروض تكون ملتوية هي تكون ملتوية تشوف تحوي نبيبات منوية ملتوية تحوي نبيبات منوية ملتوية زيان هاي النبيبات المنوية ذات بطانة ظهارية تكون مسؤولة عن نشو النطف عمي تكوين النطف يعني المسؤول عن النطف طبعا تكوين النطف هي النبيبات المنوية الملتوية اللي تبطن الخصية ذات بطانة ظهارية تكون مسؤولة عن نشو النطف عمي تكوين النطف واضح يعني النبيبات المنوية الملتوية اللي موجودة في الخصية هي راح تكون مسؤولة عنه شو نطب عمل تكوين النطب هاي باضحة نفسي بالإنسان المهم هسا خلصنا كل شي يتعلق بالخصية هسا الخصية أي شي يتعلق بها خلصنا هسا رحوها للأقنية الصادرة طلاب الأقنية الصادرة عددها في الغالب 10 إلى 12 قناة يعني أكو 10 إلى 12 قناة موجودة وين في أجهز تناسري الذكري للضفت عشان سميها الأقنية الصادرة زيان وين موجودة ترتبط بالنبيبات المنوية وتتصل الأقنية الصادرة أيضا بنبيبات الكلية يعني راح تكون متصلة بالنبيبات المنوية ومتصلة بايش النبيبات الكلية انتبه وياي الرسم يوضح الكلام هاي الخصية اشتكينا تحتوي من 10 إلى 12 قناة صادرة شوف هاي القناة الصادرة شوف ترتبط بالنبيبات المنوية وتتصل وين بنبيبات الكلية اللي هاي النبيبات الكلية شوف هاي نبيبات الكلية هاي نبيبات الكلية هاي نبيبات المنوية فعندي هاي الأقنية الصادرة طلاب هاي الأقنية الصادرة ترتبط بالنبيبات المنوية وتتصل بنفس الوقت وين بالنبيبات الكلية وعلى طلاب وين في الجهاز التناسي للذكري للضفدع سؤال هنا يطرح نفسه يتمرغل بالقاع عرف الأقنية الصادرة تعريف مهم دقول عددها في الغالب جواب عرف الأقنية الصادرة الجواب دقول عددها في الغالب 10 إلى 12 قناة صادرة ترتبط من النبيبات المنوية وتتصل الاغنية صادرة بالنبيبات الكلية. في وين؟ في الجهاز التناسل والذكر للضفدع. وظيفتها تقوم بنقل النطف من النبيبات المنوية إلى نبيبات الكلية في الضفدع. انتهي التعرف. ارجع اعيد. اكتبوا اياها. عرفوا الاغنية الصادرة التي ما عنده الملزمة ملزمتي.では ليس يكتبوا اياها. عرفوا الاغنية الصادرة مهم واياها. عددها جواب. عددها في الغالب 10 إلى 12 قناة صادرة ترتبط بالنبيبات المنوية وتتصدق نصادرة بالنبيبات الكلية تمام في الجهاز التناسي اللي بذكر الضفدع وتقوم بنقل النطف من النبيبات المنوية إلى نبيبات الكلية في الضفدع هذا تعريف الأقنية الصادرة موجود بالملزمة واضح سؤال حدد المسؤول عن نقل النطف من النبيبات المنوية إلى النبيبات الكلية في الضفدع من المسؤول عن نقل النطف من النبيبات المنوية إلى النبيبات الكلية في الضفدع تقول جواب الأقنية الصادرة هاي هي الأقنية الصادرة انتبه سؤال مركز الفحص ويايا وينو وينو شوف من المسؤول سؤال 2023 الدور الأول من المسؤول حدد المسؤول عن نقل النطف من النبيبات المنوية إلى النبيبات الكلية في الضفدع جواب الأقنية الصادرة زين ما وضيفت الأقنية الصادرة تقول لي نقل النطف من النبيبات المنوية إلى النبيبات الكلية في الضفدع قلبت لك السؤال جداً إيزي نكمل ثم يقول القناتان ناقلة طبعاً هسي خلصنا لقني الصادرة سنجي إيش آخر جزء اللي هي القناتان ناقلة للحيامين كالعادة كل خاصة بها قنات ناقلة إذن قناتان ناقلة للحيامين هما قناتان مشتركتان مع قناتين الكليتين يعني هذولي هاي القنات ناقلة للحيامين هاي الأولى وهاي الثانية سا عندي قناتان هما مشتركات شوف بالكلية ومع الخاصية مشتركتان واضح وما قناتان مشتركتان مع قناتين الكليتين يعني هما صحيحين قناة وحدة ولذلك يطلق عليهما بالقناتين البوليتين التناسليتين علل يطلق علل يطلق على القناتان الناقلة للحيامين بالقناتين البوليتين التناسليتين ليش الجواب لأنهما مشتركتان مع قناتين الكليتين حيث تقومان بنقل البول والنطف انتهى الجواب واضح أشر لتعليل هذا التعليل قدامك منطق السؤال والجواب تقول لأنه قناتين مشتركتين مع قناتين كليتين حيث تقمون بنقل البول والنطف فسموها بولية لأن تقوم بنقل البول وسموها تناسلية لأن تقوم بنقل النطف فإذن بوليتين تناسليتين إيييزي سمعني عافية إيييزي خوش لا تنام يلا ركزو إياي لا تنام ركزو إياي يا عافية اي انتبه ابتسم ابتسم عافي هيك ابتسامتك حلوة خوش خوش ركز يقول حيث شوف هما قناتان مشتركة مع قناتين الكليتين وذلك تلق عليهمها بالقناتين مولتين تناستين حيث يقوم بنقل البول والنطف نقل البول والنطف النطف من النبيبات المنوية والبول من الكليتين ثم يقول وتفتح القناتان في المجمع شوف هاي القنات وهاي القناتين يفتحون فيها هذا المجمع هذا هو المجمع التناسلية شوف هاي القنات راح تفتحون شوف انتبه وانتفتح هذه هاي الاولى هنا مفتوحة وهاي مفتوحة هنا هذا سمي المجمع واضح طلاب واضح ثم يقول لك وقت توسع القناتة الناقلة wherein نطف في الجزء الخلفي في بعض الضافة تكون حويصة المنوية انتبه هذه القناة النقل الحياة رح تتوسع بجزء الخلف تكون لإيش الحويصة المنوية هاي نفس الحويصة تتوسع تكون لإيش هاي حويصة وهاي حويصة تكون الحويصة المنوية سؤال يقول ما مش هالحويصة المنوية خلي واجب عليك زيان ما وظيفت الحويصة المنوية تخزن النطف تخزن فيها النطف سؤال ما وظيفت الحويصة المنوية في الضفدع تخزن فيها النطف زيان من المسؤل عن خزن النطف في الضفدع تقول لي الحوايصة المنوية انتبه زيان ثم يقول لك ولا يمتلك الضفدع أعضاء جماعة ذكرية خارج يعني ما عنده قضيب الضفدع ما عنده قضيب ما عنده القضيب هو عضو التكاثر الذكر الخارجي فالضفدع بالقضيب واضح حتى يصير خصابه خارجي خارج جسم الأنثة لأن ما عنده قضيب خلني نقول لي يدخل بما بلد الأنثة مثل ما يعني أخذناه باقي الكائنات خلصنا جهاز تناسل الذكرية بالتفصيل وأخذنا شك والسؤال ممكن يجعليه صراحة يعني حرفيا انت بس اضبط الأسئلة اللي ذكرت لك هي أو الأسئلة الموجودة بالملزمة خلص قطيتك برقبتي واضح واضح عني هنا سؤال من أسئلة الفصل قايل له اشرح انتبه قايل له اشرح الأعضاء التناسلية الذكرية في الضفدع تذكر له واحد اثنين ثلاثة تشرح له كل هذا اشرح قايل له اشرح الأعضاء التناسلية الذكرية في الضفدع سؤال من أسئلة الفصل تذكر له كل هذا الشرح انت بن الرسم تفتهم من تقدر تفتهم مثل ما انا اشرحي انت لازم تشرح له واضح يا حلو واضح زين ما هو موقع وضيفة مسراق الخصية ما هو موقع وضيفة مسراق الخصية الموقع وين في الجهاز التناسلية الذكرية في الضفدع الوظيفة تربط الخصية بجدار الداخلي للجسم easy good easy زين الروح أسأل الجهاز التناسلي العفو الجهاز التكاثري الانتوي في الضفدع طبعا كله سهل أسهل من الذكاري صراحة انتبهوا طبعا بفضل الرسومات اللي أنا رسم لك إياها لو تجعل كتاب اللي يصير براسك error براسك من الرسومات الكتاب المهم طبعا هاي الرسومات كلها بالملزمة تلقوها ملزمتي واللي ما عنده أيضا بكتاب المؤشر أحوانا بسيكتاب مؤشر يعني خلي نقول أضيف بعض الإضافات الكتاب وذات التربية أعدل عليه بشكل حديث حتى يتناسب يشرح مع الرسم أيضا موجود الكتاب المؤشر وموجود الملزمة في دوكم المهم يتألف الجهاز التكاثري الانتوي في الضفدع من التراكب الآتي أولا مبيضين إيش مبيضين شنو أصف للمبيضين يقول يا قعان قرب الكليا ها شوف انتبه للرسم هذا المبيض الأول هذا المبيض الأول هذا المبيض الثاني ستقول لي أستاذ هذا مبيض بس هاي كلية اي بس أكو مبيض هنا أنا مو رأس محدد بين الكلية شقال لي بالكتاب يقول يقع عم قرب الكلية يعني هنا أكو مبيض شوف أكو هنا بهذا المبيض الأسود وجو أكو كلية فيقع قربها هنا العف العف هنا ما أكو طلاب هنا ما أكو هنا ما أكو مبيض بس أنا ما رسمت حالة تشوفون الكلية menjadi سعائلэт اللوف socioم هدا المبيض مغطي الكلية راح تقول لي أستاذ وين الكلية انت تقول قرب الكلية بس هي وين الكلية هو أكو هنا مبيض وسارس نبحث احدث بين الكلية اللي ورا لانه يقع بالقرب من الكلية أوكي أوكي فما مبيضن يقع قرب الكلية يرتبطان بجدار الجسم الداخلي بواس질 مسراق المبيض يعني أيضا هناك أكون مسراق خصي يربط للخصي بجدار الجسم الداخلي هنا أكو عندي مسراق مبيض يربط للمبيض بجدار الجسم الداخلي فما ضيفت مسراق أو ممكن يقول لك من المساعر ربط للمبايض الضفدع بجسم الضفدع او ممكن يقول لك ما موقع ضيفت مسراق المبيض الموقع تقول لي فيه الجهاز تناسل الضفدع الوظيفة يقوم بربط المبيض بجدار الجسم الداخلي للضفدع المهم ثم يقولوا المبيض في الضفدع عبارة عن تركيب كيسي غير منتظم يظهر بشكل كيسي شوف شوف ايش يقلي بالكتاب عبارة عن تركيب كيسي غير منتظم انتبه هذا التركيب كيسي شوف ما منتظم لا شكلا شوف الرسم ماله هو كيسي بس ما منتظم شوف بهذه الكسرات الفصوص فما منتظم يضرب بشكل كيس متعدد الفصوص انتبه فعلا كيسي بهذا بيه فص ثلاث فصوص متعدد الفصوص لونه ولونه رصاصي مسود شوف لونه رصاصي مسود يعني هو رصاصي هو مسود هاي شنو انتبه انتبه كل لونه ايش رصاصي شوني كل لونه رصاصي مسود بعدين يقول ويوجد في النهاية الامامية للمبيض اجسام دهنيك انتبه هذا المبيض بالنهاية الامامية للمبيض طلابك وايضا اجسام دهنية مثل الموجودة وين بالذكر فهنا عندي سؤال وزاري بفكرة اذا قال لك سؤال ما موقع الاجسام الدهنية وما قال لك لا في ذكر الضفدع ولا في مبيض لا في ذكر الضفدع ولا في انثى الضفدع لا قال لك في الضفدع ما حدد لك لا ذكر ولا وانثى شراحة تسوي هنا عفية تذكر الموقع بالذكر وبالأنثى زيني ش راح تجاوب يعني تقول يقع شوفين بالذكر ش قال لي بالذكر طلاب قال لي قرب ش قال لي يوجد قرب النهاية الأمامي الخاصية هذا موقع بالذكر زين بالأنثى ش قال لي في النهاية الأمامي المبيض إذن ويموقع الأجسام الدهنية وما حدد لا ذكر ولا أنثى ش تقول لي الجواب مركز الفحص خليشوف مركز الفحص حتى تفتهمون شوف ما موقع الموقع وين قرب النهاية الأمامية قرب النهاية الأمامية للمناسل الذكرية والأنثى قرب النهاية الأمامية للمناسل الذكرية المناسل شون هي الخصوة والمبايض فقرب النهاية الأمامية شوف تقدر مثل الملزمة طبعا بالملزمة جاوبتكم سؤال يعني جاوبتكم بشكل تفصيلي أكثر شوف وينه شوف ماما قعد عدسام الدينية الموقع وين قرب النهاية الأمامية للمناسل الذكرية والأنثوية والأنثوية في الظفدع يعني المناسل يقصد الخصى في الذكر والمبيض في الأنت واضح واضح شوف حدده بالاثنين جاوب بالاثنين قرب النهاية الأمامية للمناسل في الذكرية والأنثوية لازم نقول ذكر وأنتا لأنما حدد زين لو قال لك ماما قعد عدسام الدينية في ذكر الظفدع راح تقوله قرب النهاية الأمامية للخصية زين في الأنثى راح تقولي قرب النهاية الأمامية للمبيض لكن ما حددت لك الآن تقول قرب النهاية الأمامية للمناسة بين قصة الخصى والمبايض في الضفتع أو تقول قرب النهاية الأمامية للمناسة الذكريا والأنثوية في الضفتع هم صحيح زين 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 الوظيفة تمثل مخازن غذاء يستخدموا الحيوان في إنماء الخصى لا هنا هنا أكو خطأ بالأجوبة النموذجية هنا لازم يقول الخصى والمبايض خلال فصل السباة الشتوي شوف هنا أكو نقص بتجاوب النموذج لأنه هنا ما حدد لا ذكر ولا أنثى لازم أقول وظيفتها بالطرفين هو يستخدم لإنماء الخصى في الذكر والمبيض في الأنثى خلال فصل السباة الشتوي أو أقدر أقول في إنماء المناسل يعني هم يقصد الخصى والمبايض واضح طلاب شوف الملزم مش كاتباني بالله شوف أي فعلا تمثل مخازن غذاء يستخدموا الحيوان في إنماء المناسل اللي هي الخصى والمبايض في فصل الشتاء أو السباة الشتوي نفس الشي واضح طلاب واضح حايا ملاحظة لأنكاتب لكم يعني نتبهوا لي زيان يقول لكم كل المبيضين خلال فصل التكاثر طبعا فصل التكاثر بالضفادح هو فصل الربيع يكون كل المبيضين خلال فصل التكاثر متوسعين بشكل كبير يعني خلال فصل الربيع راح يكون شوية من تفخيم ليش لأن الخصى تتكون النطف والمبايض تتكون عندي البيض طبعا يقول تنشئ البيض من خلال الظهارية الجرثوم المبطل المبيض من خلال عملية تكمل البيض هذا منشئ البيض في الضفدع والح طلاب عضح عندي هنا سؤال يقول سؤال عن هذا الموضوع ما عدد المميزات مبيض الضفدع هسا احنا مو شرحنا المبيضين عدد المميزات مبايض الضفادع المبايض انتبه سؤال الوزاري جاي مرتين بالوزاري كل يسهل طلاب منجرد الشرح اللي يسه شرحت تسوي على شكل نقاط شوف مبايض الضفادع اولا تركيب كي سغير منتظم تعدل الفصول اثنية لونه اسود رصاصي مسود العفو ثلاثة يقع قرب الكلية اربع يرتبط بجدار جسم الداخلي باصل المسراق المبيض خمسة يوجد في ناية الامامية تسامدهنية ستة توسع خلال فصل التكاثر سبعة انشئ البيض فيها من خلال الجرثومية المبطل المبيض من خلال عملية تكمل البيض ثمانية او هاي عفث مية زايدة اصلا فهاي كلها سبع ميزات او ثمان ميزات طلاب هي مميزات مبايض الضفادع دائما اول وزار يريد ثلاثة يعني دائما هو يريد ثلاثة كحد اقصى يريد ثلاث ميزات واضح طلاب واضح ممكن يقول لك عرف المبيض في الضفدع او عرف مبايض الضفدع تذكر لهذا كل هذا الشرح اللي شرحت لكم واضح طلاب واضح سهلة طلاب امرنا الرسم يعني هسان من الرسم اقدر اقول انه اقدر انا اوصف لك المبيض عبارة عن مبيضين يوان يقع عن قربة الكيلية صحيح الا لا صحيح بعدش قلنا عفية وهي عبارة عن ايش تركيب كيسي غير منتظم متعدد الفصول لونه اسود رصاصي مسود يوجد في نهاية الامامية ايش اجسام دهنية وارتبط بالجدار جسم الداخل عن طريق مسراق المبيض وقلنا هو يتوسع خلال فصل التكاثر وقلنا تنشئ البيض ما يخلاي الظهارية المبطنة لي ايش للمبيض وبس يعني شوف هاي من الرسم كي تقدر انا اشترح لكم الموضوع يعني راح عرفين الرسم طلاب يسهل عليكم كل الامور وارح طلاب واضح زين اذا قلت لك عرف الاجسام الدهنية مجرد تذكر موقعها ووظيفتها فشي السوي عرف الاجسام الدهنية السؤال جايب الوزاري بتبه الجواب مركز الفحص عرف شوف عرف الاجسام الدهنية تقوله هي عبارة عن برغوزات اصباعية الشكل توجد قرب النهاية الامامية للخصة والمبايض في الضفد هذا الموقع وظيفتها تمثل مخازن غداية يستخدموا الحيوان في انماء الخصة والمبايض خلال فصل السباة الشتوي هذا تعريف الاجسام الدهنية اذا قلت لك عرف لي اياه واضح طلاب واضح ترى ما يرادل اشي حرفيا يعني من الرسم ما ستقدر تشرح كل ما يخص المبيض زين قناتي البيض طلاب ايضا اولا خلصنا الاثنين قناتي البيض قناتي البيض في الضفد عبارة عن انبوب غدي ابيض طويل وملتوي شوف عبارة عن انبوب غدي ابيض طويل وملتوي شوف عبارة عن انبوب غدي ابيض طويل وملتوي بعد وهي لا تتصل الاتصال مباشرة بالمبيض يعني شوف انتبه انه قناتي البيض لا انتبه قناتي البيض هاي القناة وهاي القناة لا تتصل اتصال المباشر بالمبيض شوف ماكو اتصال مباشر هيكي يعني هيكي مباشر بالمبيض ماكو اتصال مباشر بالمبيض شوف داير ما يدور المبيض ماكو اتصال مباشر ببيناتهم واضح واضح زيان بعدين قال لي والنهاية الامامية لكل قناة بيض تشكل تركيبا قمعيا ذا فتحة مهدبة ذات فتحة مهدبة انتبه النهاية الامامية لكل قناة شوف هاي القناة وهاي القناة النهاية الامامية مالتهم ذات فتحة شوف قمعية الشكل مهدبة شوف بها اهداب قمعية الشكل مهدبة ذات اهداب زيال ليش بها اهداب علل وجود اهداب في قناتي بيض الضفدع تقول وظيفتها تحريك البيض محول الخلف او اقول لك علل وجود اهداب في الفتحة القمعية لقناة البيض في الضفدع أو على الوجود أهداف في النهاية الأمامية لقناتي لقناة البيض في الضفدع على اللي تقول جواب لتحريك البيض نحو الخلف يعني دائما من أقول لك على الوجود كذا تركيب فيه كذا مكان يعني تذكر لي وظيفته زيان ما وظيفت الأهداف الموجودة فيه إيش إذا قلت لك سؤال ما وظيفت الأهداف الموجودة في النهاية الأمامية لقناة البيض تحريك البيض نحو الخلف طبعا في الظفدع تحريك البيض نحو الخلف بعدين يقول يوجد في بطانة قناتي البيض اكو في بطانة قناتي البيض غدد يعني هنا طلاب اكو بطانة قناتي البيض هذه وهذه اكو غدد هاي الغدد شي سوي طلاب يقول تفرز غطاء البوميني حول البيض اثناء امرها في القناة يعني البيض طلاب هي وقاعدة تمر بالقناة ده تمشي بالقناة اكون قدد بالقناة راح تفرز عليها ايش غيطاء البوميني راح يحيط بالبيوث هي وقاعدة مر وين بهاي القناة اي البيض واضح واضح وهو النهاية الخلفية لكل قناة بيضたتوسعتك لتكون كيس البيض شوفوا النهاية الخلفية لكل قناة بيض انتبه هاي المقدمة الامامية شاكوا بها فتح ذات اهداف بتحقمها مهدبة قلنا ليش تحريك البيض نحو الخلف بعدين النهاية الخلفية للقناة تتوسع حتى تقول لي ايش كيس البيض ما مشى كيس البيض في الضفدع من توسع من توسع جزء الخلفي لقناة البيض انتبه والنهاية الخلفية لكل قناة البيض تتوسع تكون كيس البيض ما مشى كيس البيض في الضفدع تقول لي من توسع النهاية الخلفية لقناة البيض بعدين حيث تتجمع البيض قبل طرحها طلاب هنا هنا راح تسأل بيض اللي تتجي هيشي من المبيض تتجي من المبيض تروح عن طريق تفوت على قناة قناة البيض وتتحرك كلها راح تتجمع وين في كيس البيض في هاي كياس البيض راح تتجمع هنا سؤال موظيفة كيس البيض في الضفدع تتجمع فيه النطف تتجمع فيه البيض قبل طرحها فذا قلت لك بالامتحان ما موقع كيس البيض في الضفدع شا تقول لي تتجمع البيض فيه قبل طرحها بعدين يقول تفتح قناتها البيض بفتحتين منفصلتين في جدار المجمع يعني هاي قناة البيض وهاي قناة البيض وهاي قناة البيض راح يفتحون كل واحدة فتحة منفصلة وين في جدار المجمع اللي هو هذا المجمع هذا اللون برتقال المجمع فتيجي هاي قناة البيض تفتح بفتحة منفصلة وهاي فتحة منفصلة وين يفتحون في جدار المجمع اللي هو هذا اللون بالبرتقال واضحة طلاب الرسم يوضح الكلام اذا قتلك اشرح او تكلم عن قناتي البيض في الضفدع عرف قناتي البيض في الضفدع من الرسم اشلون ادوي القناة البيض في الضفدع عبارة عن ايش انبوب غدي ابيض ملتوي طويل انبوب غدي ابيض طويل وملتوي زين لا تتصل اتصال مباشرة بالمبيض شوف ماكو اتصال مباشر بالمبيض ماكو اي اتصال مباشر بالمبيض واضح واضح والنهاية الامامية لكل قناة هاي القناة النهاية الامامية مالتها هذه ذا شوف فتحة مهدبة ذا شوف شو تقولي تركيب قمعي ذا فتحة مهدبة ليش تحريك البيض نحو الخلف تمام هاي النهاية الامامية بعدين قلنا في بطانة قناتي البيض اكو غدد اشتفرس عفية غطاء البوميني شي يسوي حول البيوض ما منشى الغطاء البوميني في الضفدع سؤال وزاري سؤال وزاري ما منشى الغطاء البوميني في الضفدع وينه بالله هيا نو حدد المسؤول عما يأتي الغطاء البوميني لبيوض الضفدع جواب الغدد المبطن لقناتي البيض حيث تقوم بفاصل الغطاء البوميني انت جواب شو تقول الغدد المبطن لقناتي البيض هذا مشه زين ما موقع الغطاء الألبوميني سؤال ممكن يجيك بالامتحان ما موقع الغطاء الألبوميني حول بيوض الضفدع حول بيوض الضفدع واضح بعدين ايش قلنا احنا قلنا اكو غدد داخل قناتي البيض طرح تفرص غطاء ألبوميني حول البيوض تمام تمام ثم قلنا النهاية الخلفية لقناة البيض راح تكون كيس البيض تتجمع فيه البيض قبل طرحها قلنا راح تفتح كل قناة البيض ويفتحها منفصلة في جدار المجمع وبس وبس هنا عندي أسئلة كلش مهمة سؤال اذكر مميزات قناة البيض في الضفدع ما مميزات قناة البيض في الضفدع خلي شوفك هي انتبهوا ايايا وين ها مميزات قناة البيض في الضفدع وينها اذكر مميزات قناة البيض دائما طلاب اكثر شيء منكم 3 ميزات او دائما اكثر شيء 3 ميزات يريد من عدكم فاول شي تقول انبوب غدي يشوف نفس الشرح لكن عن شكل نقاط اولا انبوب غدي ابيض طويل وملتويث نيلاد تصد صام واشا من المبيض ثلاثة النهاية الامامية لكل قناة البيض تشكل تركيبا قمعين دافت حموها الدبا اربعة توجد في بيطان قناة البيض غدت تفوز غطاء البوميني حول البيض اثناء مرور في القناة خمسة النهاية الخلفية لكم القناة التوسعة تكون كيس البيض ستة تفتح قناة البيض بفتحتين منفصلتين في جزار المجمع هاي قدامكم المميزات نفس الشرح بس على شكل نقاط دائما ابو الوزارة طلاب اقصى شيء منكم 3 ميزات اقصى شيء 3 ميزات اقصى شيء يعني خاف يقول لك عدني اقصى شيء 3 انت اذا تعرف اكثر اذكر لكن هو اكثر شيء منكم 3 زين بعد بقى شيء عندي بس اخر سؤال اللي هو قارن بين خصة الضفدع ومبيض الضفدع جايب الى 2016 وبال2018 دور ثاني قارن بيناتهم جوبة مركز الفحص قارن بين المبيض والخصة شوف انتبه هاي المقارنة مهمة طلاب انتبهوا ايايه اولا هاي كالعادة جدول خصة الضفدع ومبيض الضفدع اولا تركيب بيض المتطاول هذا تركيب كيسي غير منتظم وتعدد الفصوص اثنين هذا لونه اصفر فاتح ايش رصاص المسود ثلاثة يرتبط بجدار جسم الداخلي بواسم السراق الخصية هذا يرتبط بجدار جسم الداخلي بواسم السراق المبيض شهنا كلش سهل الله وكيلك يوجد قرب النهاية لأمامية الخصية بروزات 7 شكل يطلق عليها لتسام الدهنية نفس الحال يعني يوجد قرب النهاية لأمامية لتسام الدهنية مثل الموجودة في الخصية بس حرفيا مايراد لها ايشي زيان انا ممكن اقول لك عدد مميزات خصة الضفدع او عدد مميزات مبيضة الضفدع مبيضة الضفدع احنا عددنا مميزاته لكن اقلت لك الخصية تذكر لهاي واحد ثلاثة اربعة من المقارنة طلع جوابك صحيح او خصية الضفدع تسوي عشيك النقاط ايضا جوابك صحيح الاسهل لك سويه واضح طلاب واضح طلاب الهين يكون ختمنا كل ما يتعلق بالجهاز التكاثر الذكري والانذوي هس نجي نشوفوا شون رح يتزاوجون مع بعض من البعض هس نجي للتزاوج وياي ظلاب يقول التزاوج والاخصاف في الضفدع تتجمع الضفادع البالغة جنسيا في فصل التكاثر الذي هو في العادة فصل ربيع احنا قلنا ان فصل التكاثر وفصل ربيع رح يكون به المبيض متوسع والخصية متوسعة ليش عنده يكونوا النطف والبيض وهي عادة انت تواجد في البرك والمستنقعات ذات المياه الضحلة يعني العقارق وصخة يعني حرفين العقارق وصخة تحب الماء الوصخ فبين تروح للبرك والمستنقعات اللي بها ما يضحل يعني وصخ ويحتضن الذكر الأنثى السعادة بدت هسا مراسيم التزاوج يحتضن الذكر الأنثى بواسطة أطرافه الأمامية حيث يكون الأصبع الأول المتفق في الذكر مكون ما يعرف له سادة التناسل اشوف انتبه طبعا الذكر ضده أصغر من الأنثى كحجم فجاء الذكر بركة مستنقع ضحل فصل ربيع الجوي خبغل خضار في وسط وعز النهر لما يستحون على نفسهم ولا يخجلون قليلين الحياء مسكها شي سوية حضنها شوف بدأ حضانة انتبه يحتضن الذكر الأنثى انتبه شوف شون حاضنها بعد شوف يحتضن الذكر الأنثى بواسط أطرافه الأمامية انتبه شوف بواسطها أطرافه الخلفية ما لها علاقة بالموضوع أطرافه الأمامية حاضنة الأنثى حاضنتها والأنثى أصلا خلاص بسلمتها تراب شوف بواسط أطرافه لأمامية حيث يكون الأصبع الأول في الذكر شوف أين يقل لك الأصبع الأول طلاب في الذكر من أطرافه الأمامية يكون منتفخ هذا الانتفاخ رح سسميه وسادة التناسلي هذا الانتفاخ مع الأصبع الأول مال他的 طلاب رح سسميه وسادة التناسلي هاش تساعد تساعد في مسك الأنثى أثناء التزاوج طبعاً تبقى الضفاتع على هذه الحالة فترة من الوقت يعني يبقى هذا الذكر الحضن لانتا بهذه الشكل فترة من الوقت عادي قوي رح يكون تضغط عليه يا شوي يضغط على بطنها شوي seven eight I'm defining name فمن تطرح البيضوين في الماء زيال ليش ما خلن نقول اتعاشرة ويعني يكون الاغصاب داخل جسمها ما عنده عضاة تكاثورية هو ذكارية خارجية مثل ما قلنا انه لا يمتلك عضاة تكاثورية خارجية ذكارية الضبطع فلذلك يلجأون انه لازم يحضنها وتطرحن بر الجسم لأنه إذا بقوا داخل جسمها ما يقدر يصالهن هو ما عنده خلن نقول قضيب انه يقدر هذا القضيب مثلا يدخل مثل الحشرات مثلا انه يدخل الى مهبلها والسرخ صعب لا ما يقدر هو ما عنده فما يقدر شي سوي يقعد يحضن سبحان الله شوف العظمة يعني هو صح ما عنده قضيبة وما عنده عضاة تناسرية ذكارية خارجية إلا انه رب العالم يعوضهم بغير طريقة فيقعد يحضنها يعصرها من بطنة يعصرها من بطنة لحد ما تطرح البيض بالماء هي من تطرح البيض في الماء في نفس الوقت ورح يبدأ يطرح النطف فوق البيض فيحدث الاخصاب النطفة تخصب البيضة فيصير الاخصاب وعادة انتحاط البيضة الواحدة بعدد كبير من النطفة ولكن النطفة واحدة هي تنجح في الاخصاب يعني كل بيضة لازم تنطفها شنو يعني تخصبها فقط نطفة واحدة وبعد الاخصاب تتكون البيضة المخصبة التي تمثل بداية تكوين الفرد الجديد أي فرد طلاب مهما كان يكون الأي كان إنسان حيوان نبات حشرات فضائيين بداية تكوينه هو البيضة المخصبة سبحان الله أساس تكوين الكأن الحي هو الخلية هي الواحدة التركيبية والوظيفية لبناءnie جسم الكأن الحي الخلية فاصل أول فهو أساس أي كأن بداية سبحان الله خلية واحدة اللي هي البيضة المخصبة طلاب سبحان الله أساس أي كأن هذا الفيل ديناصورات اللي انقرضت وما شفتوها أي إحنا أي يعني أي كأن بدايته عبارة عن خلية واحدة اللي هي البيضة المخصبة تمثل بداية تكوين الفرد الجديد والأخصاب يحصل خارج الجسم فعلاً ده يحصل خارج يحصل بالماء خارج الجسم ويدعب أخصاب الخارجي شوف هذا أخصاب الخارج س диانسان أخصاب داخلي اللي بالإنسان أخصاب داخلي اللي بالضفدع أخصاب خارجي اللي bite that legitimate أخصاب خالطة شوف أكون أنواع الأخصاب تختلف في طرق الأخصاب انت تختلف بين كائن وكائن فهنا ممكن أقولك ما ميزة الأخصاب في الضفدع سؤال مهم يعني أنا ممكن أجيب لك بالمجاح أقولك ما وضفت الأخصاب في الضفدع تقولي جواب الاغصاب يحصل خارج الجسم ويدعب الاغصاب الخارجي هذا هو الجواب بعد ذلك تمر البيضة المخصبة بمرحلة التفلج طبعا اي بيضة المخصبة راح تمر مراحل التكوين الجنيني اللي ان شاء الله راح ناخذها في الفصل الرابع ان البيضة المخصبة راح تمر مراحل التكوين الجنيني المرحلة الثانية من مراحل التكوين الجنيني هي التفلج هي عدة انقسامات طبعا عدة انقسامات اعتيادية فالبيضة المخصبة بدل ما كانت خلية ويتصارت مجموعة من الخلايا شوف هاي بيضة مخصبة الزيجة هاي بيضة مخصبة الزيجة هيصار بها تفلج فشوف بدت تنقسم اصير اربع خلايا بعدين ست خلايا بعدين ثمان خلايا بعدين اصير اثنين ثلاثين بعدين اصير عداد كلش جبيرة فبالتفلج التفلج طلاب عبارة عن انقسامات اعتيادية متتالية ينتج عنها زيادة في العدد رح نقضها ان شاء الله بالفصل الرابع لا تستعجلنا عليها فيتكونت دعموص الضفدع طبعا بعدين يصير تماعد بعدين يصير عندي تمايز بعدين يصير عندي تعظيم يعني كلها هي مراحلة تكوين الجنين ان شاء الله رح ناخدها بالفصل الرابع المهم تكونت دعموص الضفدع شوف انتبه هاي زيجة طلاب شوف الزيجة صار بها تفلج صارت عدد خلايا بعدين بعد ما صارت عدد خلايا رح تمر مرحلة سمية تكوين العضاء اللي هي التعضي سمية مرحلة التعضي تتكون العضاء فتبتتكون عضاء الكائن بعدين يصير دعموس بعد ما صار عندي دعموس راح يكون مذنبا يعني BVL ومع تقدم النمو وحصول عملية تحول شكلي يفقد الدعموس والذنب طلاب بداية اي ضفدع هو بهالشكل دعموس اغلبه عبارة عن ذنب او ذيل بعدين ايش راح يصير بالضفادة عملية تحول شكلي عملية التحول الشكلي من المسؤول عن التحول الشكلي عافية جسيمات الحال زيان من المسؤول عن الجسيمات الحال تذكرون قلنا مثال عن التحول الشكلي قلنا اختفاء اذا نبدأ عمس الضفادة ان التحول الى الضفادة عبالغة تذكرون اعيد تذكرون بفصل اول قلنا المسؤول عن عملية التحول الشكلي هو الجسيمات الحال صح الا لا صح زيان قلنا اعطي مثال عن تحول الشكلي راح تقول لي اختفاء الظنب دعامس الضفادر نتحول إلى ضفدع بالغة. قلنا شلون من خلال أنه جسيمات الحالة راح تتحرر لإنزيمات وين على سايتو بلازم الخلية فتبدي تخضمها وتحللها لحد ما يشوف ضفدع تتحول كمان ضفدع بالغ بدون ذيل هيأخذناه من الفصل الأول ثم يقول لك بعد ما فقدت الدعم وصد الظنب راح يبدي تحل محل هالريئات لإنجاز فعل التنفس في البالغات من الضفادر. والله طلاب هذا كل ما يخص موضوع التزاوج والأخصاب. عندي هنا سؤال الأسئلة مهمة عن هذا الفقرة بالمزم حاطركم هي الأسئلة المهمة عن فقرة الأخصاب والتكاثر في الضفدع هي هذه. عرف الوسادة التناسلية. تعرف الوسادة التناسلية أشوفكم مركز الفحص. جاء مركز الفحص عرف الوسادة التناسلية راح أتقول وهي انتفاخ يوجد في الأسبوع الأول لطرف الأمام اللي ذكر الضفدع هاي الموقع. الوظيفة يساعده على مسك الوثنى الأنثى أثناء التزاوج. سؤال ما موقع وظيفة الوسادة التناسلية الموقع يوجد في الأسبوع لا توجد في الأسبوع الأول لطرف الأمام اللي ذكر الضفدع لهذا الموقع. الوظيفة تساعد على مسك الوثنى الأنثى أثناء التزاوج. هذا موقع وظيفة الوسادة التناسلية بنفس الوقت هو تعريفها. واضح طلاب واضح بعد قلنا إياهه الشيء المهم شوف عرف الوسادة التناسلية ما موقع عضيفة الوسادة التناسلية عندي هذا السؤال أيضا بسيط ما يرادلو شيء ما ميسي الاخصار في الضفدع هاي الأسئلة فقط بطلياها من موضوع التكاثر والاخصار في الضفدع بس هاي اللي أريدها من عندكم واضح طلاب واضح إليان طلاب تكون تهت محاضرتنا وكالعادة في نهاية المحاضرة أهم الأسئلة تخص المحاضرة كمراجعة للمحاضرة وكمتحان في المحاضرة في أمان الله شكرا